طيب نبتدي منين؟ منذ الطفولة لما وقفت على خشبة المسرح وكنت بتصمم مسرح بنفسك وتدعو أطفال المنطقة هنا في البترون والأهالي والجيران أنه هما يتفرجوا على مسرح جوش لباس نعم أنا من ضاعة مثل ما شفت بلدي على البحر اسمها البترون بأول شمال لبنان هالبدل تعملي كثير لأنه أنا ربيت فيها وتعلمت بمدرسة رهبات القلبة الأقدسين كمان المدرسة على البحر الترعرات بسحيتها وبشوارعها وبالحاي اللي كنا ساكنين فيه كان في حقلي كبيري حد المبنى اللي كنا ساكنين فيه فكنت جمع أولاد الحاي وأعملوا مسرحي ونجيب خشب من بناي عم تتعمر حد منا نسرق نسرق أصراحة ونجيب نعمر مسرح ونعمل مسرحيات وندعي أهالي الحاي كله على المسرحيات هي عشرة لأنه يجيبوا معهم كل واحد كرسي لأن مفيش كراسي لحتى يقعدوا وكل واحد يجيب معه لوح شوكولات دخولية بحطوا بيسلي على الباب لبالآخر بعد المسرحية كل الفرقة تتقاصم هالشوكولات ونقعد نحتفل بنجاح عملنا المسرحيات ده تسكرة الدخول؟ طبعا ده تسكرة الدخول هيدا كان يعني فرحنا الكبير كان نقعد كل الصيف نحضر له لأننا عرضها بأول شهر سبتمبر يعني بأواخر الصيف وكنا مساعدين جدا كتير ننبسط وننطر هالحدث من سنة لسنة وحقيقة من وقته بلس شغف بالمسرح هذا غير أنه أنا ببيئة حاضمة فنية من أب وأم اتناينات والممثلين تعرفوا عبادهم على المسرح وإني صوتها له خوالي موسيقيين خالتي بترقص دبكي مع فرقة الرحباني رحباني فكان كله هيدا ساعد لأني أنا اكتشف موهبتي عبا كير نمية وعلى واحد أن يكون عموظفها بالمسرح للناس وشقيقة حضرتك الصغرى لورا أيضا عملت معاك في غالبية مسرحياتك إذن هذه الحاضنة وهذا الفن التفاعلي اللي هو فن المسرح حضرتك كنت تواق ليه منذ الصغر لأنك بتحس بشيء من الحميمية يعني هو فعلا فن تفاعلي مختلف عن التلفزيون والسينما هو وسيل التعبير بكل صراحة وسيل التعبير مباشرة وبتسمع التفاعل مباشرة ونحن شو بين أصلا بمجتمعاتنا خاصة مجتمعاتنا العربية منهجنا التربوية إن كانت بالبيوت أو بالمدارس مناهج طلقينية علشان كده بكتش بتحب المدرسة طبعا منهج الطلقيني يعني الاستاذ حافظ معلومات بيجي بحافظك أني أنت بتحطي هالمعلومات على الورق بالامتحان وخلصة الحكاية خلصة السنة خلصوا المعلومات راحوا المنهج التفاعلي أنا كتير معه أو الطريقة التفاعلية بالحياة بكل الأنواع فأرقى أنواع التفاعل هو المسرح هذا التفاعل الجماعي اللي من خلاله بتوحد مشاعر الناس بيتحقوا مع بعض بيبقوا مع بعض بيزقفوا مع بعض بيصمتوا مع بعض فتوحيد مشاعر الناس شغلة كبيرة من خلال المسرح وهذا دليل إنه الناس في كافة اختلافاتها موحدين على مشاعر وحدة ما كانش حلمك إنك تكون نجم السينيما مثلا ما كانش حلم إنه يكون نجم مسرح حقا كان حلمي أن اطلع على المسرح بس اطلع على المسرح ومثل ما كان هم للنجومية ولا الشهرة ولكن فكر الموضوع لحد الآن أنا بعمل مسرح أو بعمل فن لمتعة الشخصية